مش طيب ايه بقى السيناريوهات لعل لو عسى ندي امل يعني السيناريوهات تأهل الزمالك ليه ربع نهائي دوري ابطال افريقيا تعالوا نشوف السيناريو الاول حصد تسع نقاط والفوز بجميع المباريات افضل السيناريوهات للزمالك بلا شك هو تحقيق الفوز في مبارياته السلاسة وحصد جميع النقاط المقبلة ليكون اجمال نقاطه في ختام المرحلة عشر نقاط وهنا سيكون لها افضلية على حساب المريخ السوداني بفارق المواجهات المباشرة حتى اذا فاز الفريق السوداني بباقي المواجهات ووصل عن النقطة العاشرة هو الاخر السيناريو الثاني الفوز في مبارياتين والتعادل في مباراة حال فوز الزمالك في مبارياته المقبلة على ملعبه وهما مبارتي الترجي والمريخ وحصد ست نقاط ليكون مجموعة نقاط سبع نقاط بجانب التعادل مع شباب بلزداد سيصل الى النقطة تمانية ولكن هنا سيحتاج لعدم فوز شباب بلزداد في مبارتيها امام المريخ والترجي وعدم فوز المريخ في مبارتيها امام شباب بلزداد والترجي حرام الله حرام الحساب يعني انت عارف انت واتا قاعد كده عمال تقرأ حسابات صعبة ليه نخش في الحسابات دي كلها ما ما فهمش كل الفرق المصرية والمنتخبات المصرية دايما عندها الحزبة تاعتبرمة دي تاريخية في حياتنا السيناريو الثالث فوز الزمالك في مبارتيها المريخ وشباب بلزداد حال فوز الزمالك على المريخ وشباب بلزداد فانها يصل للنقطة سبعة لكن هنا سيكون تأهلوا مرهونا بعدم فوز المريخ وشباب بلزداد بأي مباراة بل التعادل في المبارتين المتبقياتين لكلا منهما دي حزوز نادي الزمالك